ناصير بن شنوف 60 سنة من بلدية بابار جنوب خنشلة نموذج للمرأة الشاوية الأوراسية التي تعكف على تحذير مادة الفريك تحسبا لرمضان تعود بنا لزمن الأجداد وتحاكي تاريخ المنطقة خاصة وأنها تشتهر بأجود أنواع الحبوب أنا نحضر الفريك نحضر الفريك نجيبه من الصحراء أو من التل نجيبه سبول كما نقوله نحصدوه ونشيحوه ونحرقوه سبول كينة الفارينة وكينة القمح وبعدما ندرسوه ولا نهرسوه ولا يتحب تدير في الضراء يتهرز وتصفيه وتنقيه وترحيه في المطحنة الرحا لبكرين كائنين للضرق الحرائية للحفرها ويغربلوه ويصفوه وينسفوه ويخرج ها هو الفريك تخرج شرباء ها هيك تحذير الفريك بطريقة تقليدية عمل شاق ومتعب حيث يقومون بجني سنابل القمح قبل نضوجها وهي لازلت خضراء اللون ثم يحرقونها ويستخرجون حبيبات القمح ويقومون بطحنها بالمطحنة التقليدية ليحتفظوا بما يكفيهم للاستهلاك ويبيعون البقي وانا نصح الحرائر والسيدات كيتشوري ربعي فريك تنقيه في دارها تجي حلاوة كذا تنقي فيه وتهيي الرمضان وهاني النقي وهاني نهيي وتطحنوا في الرحا كما نقولوا حنا الرحا كما يقولوا بالشوية سيرث وبالعربية الرحا وبالعربية الفصحة يقولوا مطحنة ترحي في دارها وتنقيه في دارها تجي حلاوة وخير تجي ذوقن تعوى كي شغل هي توهية وتعبت عليه هي وحتى في الرحاة نتعى الدار بعد تجي طعمت وطعم طعمة فريك لتبقى شربة الفريك ميزة الشهر الفضيل بخنشلة وعروس مائدة سكانها في رمضان طيلة ثلاثين يوم من الصيام